السلام عليكم ردا على رد عبدالقادر حسين الذي عمله بعنوان قصص القصاقيس بسم الله ومشاء الله يعني هذا العنوان الصبياني يدل على مبلغ علمه وحسن اختياره للعنوان أخذ يتكلم كلاما عاما ولم يتطرق إلى ردود التي قصمت ظهره لكن أترف يعني الفيديو تضمن بعض الاعترافات أنه علي جمعة احتمل أن ينتهي الأمر بأبي لهب إلى الجنة طبعا علي جمعة الذي يصرح بأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقضة يعني علي جمعة صلى الله عليه الصحابي أو بيقولوا من أهل السنة أهل علي جمعة مفروض إذا لقينا علي جمعة أو ذكرنا اسمه نقول رضي الله عنه ليه شيخك صحابي شفت مستواكم الدنيء وتحسبون أنكم على شيء تحسبون أنكم على هدى تحسبون أنكم مهتدون ولا نرى منكم إلا السفهات والضلالات والمخالفات اعترف أيضا بأن رد هذا أحدث عنده إشكالا بينه وبين سعيد فودا الذي أكد أن كلام ابن عربي الكفري ثابت عنه لكن اعتذر عنه بأن له باطن مؤول مع أن سعيد فودا نفسه هذا المتناقض يقول لا يؤوله إلا الكتاب والسنة أما من غير المعصومين فلا تأويل لكلامهم كل تناقض في تناقض هكذا يحتاج المذهب الأشعري الأعرج إلى عكازة مثل عبد القادر حسين وسعيد فودا ليتكئ المذهب عليها له مثل متصدع عم يفتش على أي واحد بس يتكئ المذهب عليه لكن تعقيبه علي لم يتضمن أي رد على ما بينته من حقائق أولا رد يا عبد القادر حسين على تعارض الرواية عن أحمد حول مس القبر باليد تبركا حيث أننا أوردنا لك في رواية الأثرم أن أحمد لما سئل عن التبرك بمس القبر قال لا أعرف هذا رواية الأثرم أصح باعتراف الحافظ بالحجر بأن أصحاب أحمد استبعدوا هذه الرواية هو أن الأثرم أضبط فيما يروي عن أحمد من ابنه عبد الله صاحب كتاب السنة اللي أنت بتقول عنه كتاب التجسيم هاي الآن صار عبد الله بن أحمد أهم من الأثرم مع أنه يكتب كتاب التجسيم بس الآن نحن نحتاج إلى إثبات سنية تبرك أعفوا الحنبلية التبرك بمسح القبر باليد حنبلية تبعا عندكم النووي الشافعي يقول أطبق العلماء على النهي عن ذلك بما يدل على أن النووي أيضا لن يعطي أي وزن وقيمة لهذه الرواية المروية عن أحمد في كتاب العلماء لأنه لا بأس به حتى قال المرداوي الحنبلي بأنه لا يصح التبرك بمس اليد للقبر على الصحيح من المذهب كل ما نذكره الآن شفهيا أوردنا وضعنا وثقنا صور للصفحات التي أذكر عنها الآن هذا كلام كذلك النووي الغزالي الزبيدي كل هؤلاء ذكروا أن نمس القبر باليد تبركا من عادة اليهود والنصارى وهذا جايكم هذا عبد القادر الحسين حتى أقول لكم لا 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 لجأ من النصارى أهل السنة والجماعة الآن لجأوا إلى أحمد بن حنبال هروبا من النووي والغزالي الذي قال أن نمس القبر باليد من عادة اليهود والنصارى كل هذا لم يورد ردا عليه بما يؤكد أني قصفت جبهته وانتهى الرجل رد على قول ابن عربي الذي يقول الله يعبدني يا لك من ضال وتقول أنهم قصوا ولسقوا ودلسوا ولم يوردوا كلامي بأني قلت إذا كان ابن عربي يعتقد هذا الظاهر الذي قاله فأنا أقول بكفره يعني يزعم أنه يعتقد خلاف ما كتب ما هذا الكذب انظر ماذا يقول هنا فلولاه ولولانا لما كان الذي كان فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا يعني أنت ترحم الله الله أكبر هل بعد هذا الكفر كفر هل يجوز تأويل مثل هذا الكفر انظروا هنا ماذا يقول أيضا يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلقه جامعه تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع الله ضيق واسع الله أكبر ويقول فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده الله بيعبد ابن عربي ويعظم عند عبد القادر حسين ويقول عبد القادر حسين كلامه له تأويل ما بحاجة أن تقول أنه يعتقد أو لا يعتقد فإن هذا الرجل يكتب ما يعتقد عادة أي وحد يكتب ما يعتقد شوف تك بعد ابن عرب يقول الله يعبدني وتجعلها يا أيها الزائغ مثل الحديث مثل ذاك الرجل الذي أدرك الموت ثم وجد دابته أمامه ثم صرخ من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك تجعل هذا مثل ذاك طيب ذاك الرجل قالها في لحظة فرح لكن هذا الزنديق الأكبر ابن عربي يكتبها كتابة بيقرأها الأجيال من بعده والمفروض أيها الزائغ أن يمحو ما كتب إذا كان كاتب جيد الحال مثلا يمحو ما كتب بعد ذلك ويقول الله أخطأت من شدة الفرح فقلت الله يعبدني لماذا لم يمحوها لماذا بقيت مكتوبة قول المعتذرين عن ابن عربي أنه كان مأخوذا بالله يعني مجذوبا أصابه الهيام بالله عز وجل فكتب ما كتب وقال الرب عبد والعبد رب يليت الشعر من المكلف إن قلت عبد فذاك رب وإن كان رب أن يكلف فيعبدني وأعبده ويحمدني وإحمدني وأحمده يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما خلقت فيك جامع كل هذه الأشياء كتبها وقد أصابه الحال معقول الآن الآن جالس يكتب أنتم تعرفون يعني الذي يكتب الشعر يهيئ نفسه ليس كحال الذي أدركه الموت مثلا شردت منه ناقته التي كان عليها طعامه وشرابه ثم فجأة رآها فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك تجعل هذا هذا تبرير سمج ساذج لا ينطلع على من يطلب الحق الذي يطلب الحق لا يمكن أن يقول هذا الذي الذي يطلب الحق لا يمكن أن يقبل بهذا التبرير طيب أخذه الحال ثم بدأ يقول شعرا ثم يكتبه ثم يحفظه لماذا ما محاه بعد بعد ذهاب هذا الحال لماذا ما محاه لماذا لم يقول الله هذا كفر استغفر الله يمكن أنا من شدة تأثري في عبادتي لله صدر مني هذا الكلام سوف أمحوه هل محاه لا إذن هو زنديق بما لشك فيه وقد كتب وتعمد ما كتب و عمل شعرا في ذلك فكيف يقبل هذا الاعتذار السمج أنه أصابه الحال فنقول لمن يزعم أنه أصابه الحال فنقول لمن يزعم أنه أصابه الحال يبعث لك حال شو بدأ نقول يعني ماذا نقول شفت التبرير يا شاهد الزور يا أيها الغاوي يا أيها الضال للمنحرف تجعل هذا مثل ذاك لماذا إذا قال فيعبدني وأعبده في لحظة فرح عارمة لماذا لم يمحو هذا بعد ذلك لماذا بقي كلامه مكتوبا ويملى عليه ويقرأ عليه شفت الضلال المبين تبعكم ثم تقرأ هذه النصوص عليه كما صرح بذلك سعيد فودا كانت تملأ أمامه تقرأ أمامه فهل كتبها وهو مفعم من شدة الفرح طيب هل من شدة الفرح أن يقول زنديقك الأكبر بأن فرعون مؤمن وأن عذاب جهنم هو عبارة عن عذوبة طعم حتى قال ابن تيمية له رحمه الله أذاقك الله هذه العذوبة ووصف الله بالإنسان الكبير وهل من شدة الفرح يا مجسم يا عضوي هل من شدة الفرح قال ابن عربي بأن أعضاء البشر هي عين أعضاء الله ولوما أنتم بتدافع عن التنزيه الله ابتلاكم الله ابتلاكم بكفريات ابن عربي ليثبت أنك وأمثالك شهود زور تشهدون زورا ضد ابن تيمية وتشهدون زورا لصالح ابن عربي الله أكبر ما لك سكت وتجاهلت ما يقسم ظهرك ويضحد حجتك تجاهلت ما أثبته لك بالوثائق المصورة من تكفير السراج البلقيني لابن عربي وطعن ابن حجر في دين ابن عربي وإثبات المرتضى الزبيدي أن هذه الكتب كتب ابن عربي وأنه يقول بوحدة الوجود وين تنزيهكم يا أشاعر وين تجاهلت صريحة قول ابن عربي فيعبدني وأعبده يعني ابن عربي يقول الله بيعبدني ما رددت بكلمة على هذا ولا بكلمة وتزعونك من أهل السنة شفت إذا تجاهلناك صرت تنبح كالكلب المسعور وإذا رددنا عليك هربت أنا آسف الله أن أقول هذه الكلمة لكن هذه هي حقيقته نازل شغال بالوهاب ليل انهار ليل انهار سب وشتم التعريب ما عاد في عنده لا رد على نصارى ولا على يهود ولا على أبدا بقي الرد فقط وهذا توجه سياسي معروف تجاهلت صريح قول ابن عربي أن الله عبد له ويعبده ولم تتكلم بكلمة أبدا تجاهلت تعارض الرواية عن أحمد في مس القبر باليد تبركا تجاهلت حكاية النووي إطباق العلماء على النهي عن مس القبر تجاهلت قول السبكي أن مس القبر باليد من عمل الجهال وأنه مناف للأدب كما في شفاء السقام وضعت صورة عن الوثائق يعني الوثائق واضحة أردت استغلال أحمد بن حنبل فتوردت في عدم إعطاء النووي أي وزن لكتاب العلل لهذه الرواية في كتاب العلل ولو كان لها أي وزن أو قيمة لما خلفها النووي وحكى الإجماع على النهي عن ذلك تجاهلت عمر بن الخطاب وفضلت أحمد بن حنبل عليه عمر بن الخطاب الذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمس الحجر الأسود ويقبله قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك في مسائل البدعة عليكم بعمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه تمسكوا الآن بعمر بن الخطاب لكن في قضية التبرك والتمسح اهربوا من عمر بن الخطاب إذن فعل أحمد يتعارض مع رواية أخرى عن أحمد من خلال ابنه عبد الله في كتاب العلال أنه قال لا يقبل ولا يمس إلا الحجر الأسود ما قالوا قبر النبي وقبول الأولياء لا إذن اقتصر في رده على الأقاصيص عفن القصاقيص نعم تجاهل توبيخي في أنه يسلك مسالك الأطفال في التعامل مع ابن عربي مسالك الأطفال كيف يعني مسالك الأطفال قال أنا بدي أعتقد أنه ما قالها الكلام وأنه ما تسوس أنا أميل إلى هذا يشاهد الزور وين البحوث العلمية أين التأصيل العلمي في إثبات كتاب أو إثبات أنه منحول على مؤلفه أو إثبات الدس وين الإثبات على الدس هل عندكم نسخة خالية من ذلك ثابتة ما فيه زعم أنه إذا وقف بين يدي لا سوف أقول له يا رب هذا ما رجحته عدم ثبوت هذا الكلام عن ابن عربي شاهد زور الله أراد أن يكشفك أنك شاهد زور لأنك شاهدت زورا على ابن تيمية وشاهدت زورا على ابن عربي فكشفك الله أنك شاهد زور ظلمت وشنعت على من وصفه حبيب قلبك ابن حجر بأنه شيخ الإسلام كما في كتاب الجواهر والدرر في تقريضات الحافظ بن حجر وضعنا لك صورة من الكتاب وهو يقول بل هو شيخ الإسلامي بلا ريب سمعت يا عبد القادر حسين شو أبن تيمية شيخ الإسلامي بلا ريب ثم من أنت يا مفلس مقارنة بابن حجر والحافظ المزي والسيوطي والزبيدي كل هؤلاء أثبتوا أن ابن تيمية شيخ الإسلام وبرأت من يقول الله بيعبدني لم تعلق على هذه ولن تعلق ليش؟ لأني قصمت ظهرك لن تستطيع أن ترد وزعمت يا باطني أن لكلامه تأويلا وتفسيرا باطنا الكفر الصريح لا يؤول فلا قيمة لكلامك وإنما نأخذك الآن بما ظهر لنا من قولك عفوا مش أنت بس ابن عربي نأخذه بما ظهر لنا من كلامه الناس كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسوله كما قال عمر المخطاب رضي الله عنه كانوا يأخذون بالوحي وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس ولذلك قال عمر فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه معناه أن عمر يتعامل مع أن عمر محدث وما ذلك يقول هذا الكلام قال ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريلته حسنة وانت هذه اللي عم تعملوه الآن لا له وله كلام هذا كلام صعب شوف يا أخوان شوف يا أخوان الأشاعرة إذا تكلموا في العقيدة قالوا أن الكلام هذا صعب مستصعب انظروا إلى كلام العزي بن عبد السلام يقول فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا مفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة لا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدارك عسيرة الفهم عسيرة الفهم عسيرة الفهم قواعد الأحكام صفحة 170 معناتها أنه كلام الأشاعر وقواعدهم عسيرة الفهم لا يهتدي إلى إذن عوام الناس ما بنسمهم هذا المذهب هذا كلام واضح وإذا تصوفوا قالوا أن هذا كلام أنا الله وإلا الله بيعبدني وكلام أبي يزيد البستامي نظرت فإذا أنا هو يعني أنا الله كمان هذا كلام صعب فإذا فإذا تأصلوا في العقيد يعني قالوا كلامنا صعب أدلتنا صعبة وإذا تصوفوا قالوا كلامنا صعب كلام الشيخنا صعب هذا الدين صعب كل مذهبكم صعب لا قيمة له نكمل إذا كنت تؤول الكفر الظاهر إذا كنت تؤوله يلا بيجيك نصراني بيقولك طيب كذلك قولنا بالثلوث ظاهره غير مراد لنا فيه معاني باطنة فالمنصف إذا قارن بين ردي وبين رده سوف يتبين له أن ردودنا علمية وأن الرجل يهرب لا يريد المناظرة أخذ على خاطره قال أنك قلت عني شيطان أخذ على خاطره ما بقى بدي ناظرني أخذ على خاطره طيب ما صار شيء على الأقل إذا ما نظرناك رد على أدلة العلمية الموثقة بالصور والوثائق الواضحة واضحة إذا لم تفعل هذا ولم تفعل ذاك معناة أنك جبان وين علم الكلام اللي تأصلتم عليه لتردوا وتنافعوا بالأدلة العقلية الجدلية الواضحة ما عم نشوفكم إلا عم تهربوا نحن بدون علم كلام أغلبناكم وإنتوا بعلم الكلام هربانين منا ثم رأيت له رأيت له فيديو بعنوان لا تجوز الصلاة خلف الوهابي أوف فيه نعرف ليش لو سمعت ممكن نعرف ليش يعني الأحق أن يقال هذا فيكم لأن الإمام أحمد قال عن من يطلبون علم الكلام بأنهم زنادقة قال علماء الكلام زنادقة أنت احتجت بأحمد بن حنبل فخلص أنا هنحتج بأحمد بن حنبل نحن الذين سوف نحرم الصلاة خلفكم بسبب قول أحمد عنكم بأنكم زنادقة وبالمناسبة لا تنسى أيضا أن الماتردية يعاملونكم مثل معاملتكم لنا فيقولون لا تجوز الصلاة خلف الأشعر ووصفوا الأشاعر بالشكاكين لأن الأشاعر يقولون أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله يعني الشكاك بنفسه أنه فعلا مؤمن جازم ولا غير مؤمن في شك من ذلك وهذا يذكرنا بتأصيلات الغزال بأن الشك هو الطريق إلى الإيمان أو شيء بتشك بأله والشك يصلك إلى الإيمان يعني وجعله شرطا لتحقق الإيمان زاعما أن من لم يشك لم يبصر وإن لم يبصر بقي في العمى والضلال إذن من لم يشك بأله فهو أعمى ضال فهذا الشك يعني يجعلنا نتوقف في الصلاة خلفكم نحن ما قلنا أن الشك موصل إلى الإيمان حتى طيب واحد إذا ماتوا بعده في محارة الشك موصل إلى الإيمان شو بيعمل شو حكم عند الله يوم القيامة ما تشكاكا فالما تريدية يحرمون الصلاة خلف الأشاعر ولو وكذلك الغزالي يقول كلام أبي يزيد البسطان عفوا أبا تراب النخشبي كلام أبي تراب النخشبي لتلميذه والله لو أنك رأيت أبا يزيد البسطان مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة الله أكبر كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة يعني مثل هؤلاء هم الأحرى بأن لا يصلى خلفهم لا تجدوا الصلاة خلف الغزالي مثلا الذي يقول التوحيد الخالص أن لا ترى فيه أن لا ترى في كل شيء إلا الله بس بل زعم أن من أثبت موجودا آخر مع الله فهو مشرك الله أكبر الله أكبر أحياء علوم الدين المجلد الرابع صفحة 86 من الذي لا يجهد أن يصلى وراءه مثل أنثارك يا شاذلي ومشيخك يقولون اللهم انشلني من أوحال التوحيد التوحيد عندكم وحل وأغرقني في عين بحر الوحدة أغرقني في وحدة الوجود اجعلني مع من يقولون الله والخنزير واحد ولا كلمة هذا لوازم ما تقولونه هذا ما تقوله ما معنى أغرقني في عيني بحر الوحدة وحدة الوجود انشلني من أوحال التوحيد وين هذا الموجود بالنفحة العالية في أوراد الشاذلية صفحة 16 وأنت تقرر الطريقة الشاذلية وتثني عليها وتتبناها يا شاذلي وشي بلك بعدين نحن أهل السنة نحن ما قلنا يا عبد القادر حسين عن الله كالناس مزابل كما قالها شيخك الأشعري القشيري في كتابه الرسالة القشارية صفحة 128 استحسانا يعني نقلها واستحسنها أنه هذا من من أعاظم كلمات الصوفية أعتقد عن الداراني نحن ما قلنا أن الله لا يستطيع أن يخلق خلقا أفضل مما خلق كما قال الغزالي نحن ما قلنا أن الجنة موضع قضاء شهوة البطن والفرج وأنها مأوى البلو وأن أولياء الله يستحقرون الجنة بما فيها يحتقرون نعيمها ويعتبرونها دار قضاء الشهوة البهيمية يعني مثل الإخنازير أهل الجنة مثل الإخنازير ما عندهم إلا قضاء الشهوة البهيمية كتاب الإحياء المجلد الرابع صفحة 335 وين يا شاهد الزور يا ما تركز على أبن تيمية والوهابية وين ردك على هذا الكلام الكفري بل يقول الغزالي ويسخرون ممن يلتفتوا إلى الحور العيني فيها في الجنة يعني بل اعتبر أن من يلتفت إلى الجنة أشد غباوة يعني أشد الناس غباء في جواهر القرآن صفحة 44 وإحياء علم الدين مجلد الرابع صفحة 313 لماذا يا غزالي قال لأن الجنة هي بمنزلة شهوة اللعب للصبيان الصغار الأنبياء يعني صاروا صبيان صغار في الجنة يعني سيدنا إبراهيم كان يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم لكن الغزالي يقول لا 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 هذه قضاء شهوة اللعب للصبيان الصغار جواهر القرآن صفحة 50 شو رأيك الصلاة وراء الغزالي تجوز ما رأيك بما يقوله مشيخك الرفاعية الولي يقول للشيء كن فيكون وأن الرفاعي كان يقول للطيور تعالي لعندي انزلي عندي مشوية جاهزة منتوفة ريشة يعني يعني انزلي عندي منتوفة الريش ومشوية يعني انت عم تنزلي بيكون الله عم يشويك تجهيزاً أو أنه أحمد إله ما معقوله كيف تنزل عنده مشوية هذا فيك قلادة الجواهر قلادة الجواهر لأبي الضلال الصيادة الذي تعظمه وتفخمه حبيب ألبك هو الذي يذكر ذلك وفي كتاب البرهان المؤيد للرفاعي نفسه يقول الولي يقول للشيء كن فيكون إذن هذا هو التأليه عملي لحالكم أهل السنة وعم بتألهوا الأولياء ويجوز في المذهب الأشعر لذلك لذلك يعني تمنع الصلاة وراء الأشعر ليش شوف شوف لماذا شوف شوف لماذا قالوا يجوز أن يدخل الله الأنبياء النار ويدخل إبليس الجنة ويدخل الكفار الجنة ويدخل أبا جهل وأبا لها بالجنة ليه لأنه يفعل ما يشاء وهو مالك الملك والمالك متصرف في ملكه كل هذه الخزعبلات إنما هي تبريد لهذه الضلالات والكفريات بمناسبة الشاذري ينقل عنه شيخك الكوثر إمام أهل السنة أنه كان يقول عن أبي الحسن الشاذري أطلعني الله على اللوح المحفوظ يا لك من كذب خسئت هزلت قال فلولا التأدب مع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت هذا شقي هذا سعيد هذا في الجنة هذا في النار يعلمون الغيب يقولون لشيكم فيكون إرغام المريد صفحة 39 شوف إذا لم يرد عبدالقادر الحسين على كل ما ذكرته الآن فإنه ضال فلا تجهزوا الصلاة وراءه هؤلاء يعادون السلفيين لأجندات رافضية غربية نصيرية ولأنه لا يحرق قدوبهم ولا يكشف ضلالهم ولا يؤرق هواجسهم إلا السلفيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظروا الجزء الثاني من ردي عليه هل قال أحمد بأنه لا بأس بالتمسك أو التمسح بالقبر باليد ترقبوا الجزء الثاني هذا فقط رد على ما رأيته أمس من رده عليه صاحب قصص القصاقيس يعيني على هالعنوان يدل على هيك مستوى بئس المستوى السلام عليكم أستاذ عبدالقادر الحسين الحمد لله أنا عندي من الثقة بما طرحت الشيء الكثير حتى إني أعطيك عرضا بأن أضع رابط ردك علي تحت هذا الفيديو كي يقارن الناس بين طرحك وبين طرحي بس الحمد لله عندي ثقة كبيرة جدا في أن ما أطرحه رد علمي موثق واضح لمن يريد الحق أما أنت فليس كذا وعلامة على هذا أني أضع رابط ردك علي تحت هذا الفيديو ما رأيك؟